حطت في تايوان وغادرت رئيسة مدلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي غير آبهة بالتهديدات الصينية ومعلنة دعمها ودعم بلادها لجزيرة تايوان الديمقراطية وعقب إقامة في تايبي استمرت ليوم واحد فقط غادرت بيلوسي البلد وتركت بيلوسي بعد مغادرتها تايوان أثرا من الغضب الصيني بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تدعي بكين أنها تابعة لها وأنهت رئيسة مدلس النواب الأمريكي زيارتها بعد مشاركتها في اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين التايوانيين ومن بين هذه الاجتماعات كان لقاؤها برئيسة تايوان ساي إنغوين سيدة الرئيسة أعتقد أنه من المهم تذكير البعض أن أمريكا قطعت وعدا راسخا بالوقوف دائما مع تايوان وعلى هذا الأساس القوي بيننا شراكة مزدهرة وأرضية مشتركة للحكم الذاتي وتقرير المصير مع التركيز على مصالحنا الأمنية المتبادلة في المنطقة وأظهرت الصين غضبها من زيارة بيلوسي متوعدة بسلسلة نشاط عسكري في المياه المحيطة بها واستدعت السفير الأمريكي في بكين وأوقفت العديد من الواردات الزراعية من تايوان هذا وأكد محللون الصينيون أنه من حق الصين حماية مصالحها الخاصة في المنطقة أعتقد أن التحركات العسكرية التي لوحت بها الصين ستأخذ مواقعها في ستة مراكز محيطة بالمياه الإقليمية القريبة من تايوان وهي تأتي لتأكيد جدية تحرس الصين على مصالحها في المنطقة ورفضا للتدخلات الخارجية هذه الزيارة ليست الحدث الوحيد الذي استفز الصين من بيلوسي وإنما عرف عن بيلوسي انتقادها المستمر للصين وسبق أن أثارت رئيسة مدلس نواب الأمريكي غضب بكين بسبب انتقادها لحملة القمع التي شنت عام 1989 على المحتجين المؤيدين للديمقراطية ومعاملة مسلمي الإيغور في منطقة شينجيانج الصينية اشتركوا في القناة